مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لحوال الجوية المتوقعة نتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تكون درجات الحرارة حول المعدلات وتكون الأجواء الصيفية عادية أثناء النهار لكنها بتكون تقريبا لطيفة إلى معتدل الليلة مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هذا اللون الأصفر يمثل درجات حرارة معتدلة وتقريبا حول المعدل يعني كتلة هوائية تقريبا معتدلة الحرارة والرطوبة وبتستمر يوم الأحد والاثنين مع حدوث ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء صافية معتدلة درجات الحرارة صغرى المتوقعة 23 أما درجات الحرارة المتوقعة لثلاثة أيام القادمة أيام الأحد والاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن الأجواء صيفية عادية تتراوح العظمى ما بين 30 إلى 31-32 والصغرى بحدود 21-22 درجة مئوية أجواء صيفية عادية نهارا معتدلة ليلا والثلاثة أيضا بتكون ما بين 29 إلى 31 العظمى والصغرى بحدود 21 درجة مئوية الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية إربط 35-22 جرش 35-22 المفرق 34-20 عجلون 34 إلى 21 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 32-22 مأدبة 30-23 عمان ما بين 30 إلى 32 العظمى والصغرى 22 الزرقاء 34-22 البحر الميت أجواء حارة 40 إلى 29 درجة مئوية والمنطقة الجنوبية الكرك 32-21 الطفيلة 31-21 الشراح 29-18 إمعان 32-21 العقبة حارة إلى شديدة الحرارة 42 إلى 29 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا ومغبرة أحيانا الأزرق 38-22 الصفاوي 38-22 والرويشد 39 إلى 24 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميدلابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر